اشتركوا في القناة واجتماعيا كيف نقدر نتعامل مع أهالينا حتى وإن بلغوا عمر معين كبير في قصة أثارت الرأي العام وأثارت استهجان الكثير من الأردنيين يوم الجمعة الماضي خلتنا اليوم نرجع نفتح ملف كبار السن شو عم بصير فيهم وليه في قصص مثل هاي قاعدين عم نشوفها في كل مكان أو ولو إنها مش بنسبة عالية لكنها موجودة ومش عم تشبهنا ولا عم تشبه عاداتنا ولا تقليدنا حتى نحكي أكثر عن الموضوع في فقرة أصل حكاية اليوم نص تضيف الأستاذ محمود الجبور وهو مدير مديرية الأسرة والحماية في وزارة التنمية الاجتماعية صباح الخير صباح الخير بداية بدنا نبدأ بالقصة التي حصلت يوم الجمعة والتي أثارت صراحة استغراب الكثير من الأردنيين ما الذي حدث؟ يا ستي هو ما حدث يوم الجمعة ومن المؤسف حقيقة بأن هناك أحد المسنين وردت لي معلومة بأن هذا موجود في منطقة معينة مع مجموعة من المواطنين وهذه المجموعة يحاول التواصل مع عدة جهات لمعرفة من ذوي ومن هي أسرة أو مكان هذا المسن فعندما وصلت لي المعلومة فورا قمت بالتواصل مع المواطنين والتواصل مع الدارات المعنية يتبين بأن هذا المسن هو يبلغ من العمر 57 سنة هو ليس مسن ولدي أسرة ولديه من الموليد عشر أبناء ذكور وإناث يعيش في أحدى دور الحماية أو عفوا في دور رعاية كبار السن وتم إدخاله بسبب الظروف الصحية إلى أقرب مستشفى إلى هذه الدار خرج من المستشفى بمحظ إيراته دون علم المستشفى والكوادر الطبية وتواجد مع المواطنين بعد البحث والتحري وتم تحريك هذه المجموعة من المواطنين مشكورين وإدارة الدار وإعادته إلى المستشفى هنا واضح موضوع التخلي عن هذا المسن بسبب الظروف الصحية والانفصالات عن الزوجات وبقي الأبناء مع أمهاتهم وترك الأب يعيش في إحدى المجمعات في محافظة إربد ومن خلال التنسيق مع الأمن العام مشكورين أيضا قاموا بالتواصل معنا لغيات إدخاله كحالة استثنائية لأن الأصل أن يكون يزيد عن الستين سنة ثم في اليوم الذي يليه بعد يوم الجمعة كان هناك منشور تقدم في أحد الأبناء على يبرر ما هي الأسباب لوجوده في إحدى دور الرعاية وحضر أيضا إلى المستشفى وقام باستلام والده من المستشفى بعد تلقي العلاجات اللازمة والآن هو خرج إلى أسرته وسيكون لنا متابعات مع الأسرة عن وضع المعيش والوضع الأسري ونأمل أن يكون هناك برعاية أسرية تليق بهذا الإنسان وأن لا تكون هي الهروب من الكلام الذي يحدث أو من الوصمة بل يجب أن يكون له رعاية رعاية إنسانية ونأمل من أبناء المجتمع أيضا بأن لا يتتكرر مثل هذه المواقع أستاذ إحنا لما نحكي عن واقع كبار السن بالأردن نعرف أنه هو العدد قليل يعني العدد لا يتجاوز الأربعمائة شخص موجود في هذه الدور لكن إيش هي هذه الدور؟ هل هي حكومية؟ هل هي خاصة؟ هل هي تطوع؟ الأعداد فيها ومن يراقبها أيضا؟ ستي الدور بالأردن عددها عشر دور ومثل ما أتفضلت بأن الأعداد الموجودة هي 389 مسن ومسنة هذه الدور هي تطبع للقطاع التطوعي من هيئات تطوعية خيرية أردنية وأيضا هناك لدينا من القطاع الاستثماري وهو القطاع الخاص الذي يعنى برعاية كبار السن هناك العديد من البرامج تقدم في هذه الدور تتوافق وتتناسب مع قدرات والعمر لهاي الفئة بالإضافة للإشراف المتابعة هناك العديد من الجهات ولكن الملف الرئيسي في الإشراف المتابعة على هذه الدور هي وزارة التنمية الاجتماعية كجهة معنية بالإشراف المتابعة على أحوال هذه الفئة من المسنين وأيضا لدينا الجهات الأخرى التي تراقب وتتابع التطبيقات الداخلية على سبيل المثال عندما نتحدث عن شروط السلامة العامة هنا يأتي دور الزملاء في الدفاع المدني وعندما نتحدث عن الأحوال الصحية هناك صحيح في كوادر طبية موجودة من ممرضين ومن طبيب سوى مقيم أو زائر ولكن هناك وزارة الصحة أيضا تتابع جميع الإجراءات فيها سوى من المواد الغذائية إلى آخره والمؤسسة العامة إلى الغذاء والكثير من الجهات دورنا نحن في وزارة التنمية الاجتماعية نحن نتابع شؤون المنتفعين منتفع منتفع داخل هذه الدور وبنفس الوقت نتابع الكوادر التي تقدم البرامج وبنفس الوقت نتابع البيئة المؤسسية وهي الدار بشكل عام بمرافقها بإمكانياتها بإحتياجاتهم التي تقدم ونحن عندما نتابع هذه الدور لا نشرف بأن المسن هو يأكل ويشرب ويتعالج وينام لا هناك فيه العديد من البرامج داخل هذه الدور نشرف عليها كوزارة التنمية الاجتماعية نقوم بدمجهم نقوم بتنفيذ جميع من الأشياء التي هم بحاجة إلها أو البرامج اللامنهجية من الرحلات والمشاركة في اللقاءات وحضور المناسبات الدينية وعطاهم الإجازات لإجراء الزيارات وبناء العلاقات والصدقات في المجتمع أو في أي منطقة أخرى يراها المسن مناسبة إلى أن يزورها أستاذ لما نحكي عن من هم اللي عم بيلجأوا لهذه الدور من هم؟ شو صفاتهم؟ قديش أعمارهم؟ هل هم من أي طبقة اجتماعية؟ شو هو السبب اللي قاعد عم بيجورهم لأنهم يلجأوا؟ هم عم بيلجأوا أم قاعدين عم يتاخدوا وينحطوا في هذه الدور؟ ستي هم لم يلجأوا إلى دور صدقا يعني هم تم التخلي عنهم من قبل إسرهم وعام نحكي عن أعمار فوق ونتحدث الأصل أن تكون الأعمار ما يزيد عن الستين عام بس في أقل من ستين؟ هناك ما يقارب 27 حالة متخلة عنهم هما دون سن الستين مثل هذه الحالة التي كنا نتحدث عنها ومن فترة ليست بعيدة كان هناك حالة عبر مواقع التواصل الاجتماعي نشرت بأنها ترفض الدار إدخاله إلى بعد المغادرة لفترة بسيطة إعادته أو ترفض دخوله إلى هذه الدار أيضا كان هو ليس مسن ولديه العلاقات الخارجية والسلوكيات الخارجية فهناك معاناة مع كبار السن داخل دور رعاية كبار السن للحالات الاستثنائية وحالات كبار السن ولكن هذه المعاناة إن شاء الله يؤجر القائمين على تقديمها في دور رعاية كبار السن هناك كل مسن لديه القصة ولديه الحال ولديه الظروف الاستثنائية هم يأتوا عادة من أسر لا يوجد لديها الجدية ولا يوجد لديها الرغبة الجادة في رعاية كبار هذا السن كبير هذا السن وبنفس الوقت عندما تطلع على الملف الاجتماعي والتاريخي الاجتماعي أيضا له دور في تماسك هذه الأسرة والسيرة الاجتماعية لهذا المسن وإلا ما وصلت هاله الأمور أن يكون مأواه في دور رعاية كبار السن يعني هي متعلقة في سلوكه أم متعلقة في سلوك الأسرة سلوك الأسرة مهما كانت سلوك هذا المسن جميع الديانات وجميع المعاهدات والمواثيق والثقافات الاجتماعية والعادات ومهما تحدثنا عن هذه الضوابط لا يجوز أن يكون هذا المسن في دور رعاية كبار السن الخلل خلل هو تخلي الأسرة ويجب عن الأسرة أن تلتزم في رعاية كبار السن مهما كان هذا المسن سوى كان أب أو أخ أو زوج أو شقيق أو إلى آخره طيب أستاذ إحنا إذا عم نحكي عن لنفترض أسرة يعني فقيرة جدا وهذا المسن بحاجة إلى رعاية طبية مش يمكن يكون أسهل أو يمكن يكون أفضل للمسن أن يكون في دور العجزة ستي بفضل الله إحنا عندنا في مكرمة ملكية من جلالة الملك حفظه الله وعندنا هذا موثق في نظام التأمين الصحي للغير قادرين جميع المسنين ذكر وإناث هم مشمولين بمضلة التأمين الصحي فهذه الخدمة هي مجانية مقدمة لجميع المسنين ولكن إذا أصبح المسن غير قادر على رعاية نفسه الأصل أن يقدم هذه الرعاية الأسرة لأن الرعاية هي رعاية اجتماعية وليس الطبية الرعاية الطبية إذا احتاج أن يكون في مستشفيات أعتقد بأنه كوادر الطبية هي ستقوم بإجراء هذا الشيء ولكن هي ليست ظروف معيشية للأحوال الصحية للمسنين نعم أستاذ إحنا عطينا على صفحتنا على فيسبوك استطلع للرأي أجرته رؤية السؤال كان هل تؤيد الحاق المسنين في دور رعاية كبار السن وكانت الإجابة لا 92% نعم 8% إذن إحنا في الوضع الاجتماعي الجيد اللي متعودين عليه كأردنيين وكعرب وأيضا كمسلمين برعاية كبار السن بشكل عام رسالة سريعة بتحب توجهها للناس ست إحنا نأمل من المجتمع الأردني وأنا أؤكد النتيجة التي ظهرت بأن الأغلب لا وهذا أمر طبيعي لكن إذا تحدثنا عن الثمانية ما هي مبررات هذا الشيء لا أعتقد وأنا أعتقد بأن جميع أبلاء المجتمع هما يؤكدوا بأن الرعاية الأسرية هي أفضل شكل من أشكال الرعاية وهذا أكدته علينا حتى في الحروب الإسلامية وفي الديانات بأن لا يجوز الإساءة إلى هذا المسن أو حتى قتله حتى لو كان هو يخالفنا حتى في الحروب وفي هذه الأشياء أستاذ محمود الجبور مدير مدرية الأسرة والحماية في وزارة التنمية الاجتماعية شكرا جزيلا لك وشكرا جزيلا لجهودك شكرا